اشتركوا في القناة نضغط على extension على فيزاة كروم ويب ستور عنا اول اضافة اللي هي AD AD blocker نضغط عليها نجعل هذا الخيار طبعا في عنا كثير من المواقع اللي فيها دعيات وبتكون مزعج كثير فهاي الاداة بتريحنا وبتعملها blocker بتوقف نجي بنضغط على add to chrome add extension هيك تحملت معنا طبعا لانه برضو بتوقف الاعلانات على اليوتيوب فعشان نستثني اليوتيوب من AD blocker بنيجي اول شيء بنيجي على extension على AD blocker بنضغط على pin عشان تظهر معنا في الشريط اللي هون الان بنضغط عليها على option بنيجي على customize بننزل على show ADS on web page بنيجي بنكتب هون youtube www youtube dot com نضغط ok هيك استثنينا اليوتيوب من وقف الاعلانات الان بنيجي على الخاصية او الاضافة الثانية image downloader بنضغط enter بنيجي على هاي الاضافة بنضغط enter add to chrome add extension هيك نزلت معنا بنيجي بنضغط على extension نعملها نضغط على pin عشان تظهر معنا عنا على سبيل المثال عنا موضوع معين مثلا education بنزل على وكيبيديا طبعا عندي هون مجموعة من الصور مع الكتابة فايش عشان اقتصر حالي الموضوع فبضغط عليها فبتحمل لكل الصور الموجودة في الصفحة مثلا بدي هاي الصورة بس بضغط عليها download بتنزل معي بنيجي الان على الاضافة الثالثة اللي هي clearly reader enter نضغط enter نضغط على هاي الاضافة add chrome نفس العملية بنجعل extension نضغط على pin طبعا هاي الاضافة ايش بتعمل مثلا لو عنا صفحة مثلا زي هاي الصفحة فيها مجموعة صور مع الكتابة فاذا بدنا نعمل copy فراح تغلبنا بهذا الشكل فايش بنعمل بنضغط او بنعمل refresh بالاول بنضغط عليها زي ما انتوا شايفين طلعت لي النص لحاله وحطفت لي باقي الصور والاضافات الموجودة فهال اداة كثير بتريحنا في هيك مجال نيجي الان على الاضافة الرابعة اللي هي بتلي نضغط enter نختار هاي الاضافة هاي الاضاء ايش بتعمل لو عنا لينكات طويلة هاي الاضاء بتختصر لنا اياها في لينك صغير بنضغط على add chrome add extension ايقونة الاستنشن بنيجي على bitly بنفس العملية بنظهرها هون طبعا هاي الاضاء بدها تسجيل للgoogle chrome اه بدها تسجيل عفوا لل بدها email gmail او اي email ثاني continue with google هيك سجلنا في الايميل بنيجي على نضغط على نفس الايقونة بنعمل log in نضغط على allow هيك اتفعلت معنا على سبيل المثال عندي شايفين هذا الرابط كثير طويل بنضغط على الاضافة هاي زي ما انتم شايفين كيف اللينك طويل destination url بنضغط على create 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 link لنك فاختصرنا لنك لطويل بهذا لنك لصغير الان الان نيجي على الاضافة الخامسة vbn 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 نفس العملية بنيجي على extension هون نضغط على pin نظهرها عنا نضغط عليها بنختار هون الدولة اللي بدنا اياها انه احنا وين موجودين على سبيل المثال رومانيا وبنفعل vbn فهي هيك اي موقع بلدك مسكر فالطريقة هاي بنفتح تقدر تتصفع بكل سهولة نلقها من هون نيجي الان على الاضافة السادسة اللي هي one one tab نضغط enter نيجي على اول خيار one tab add to chrome add extension extension بنيجي نفس العملية بنيجي على extension بنضغط على pen عشان تظهر معنا بنضغط عليها بنضغط على allow زي ما انتم شايفين ان حفظت معنا كل التابات الموجودة هز بنيجي الان نسكر الصفحة بنيجي نفتحها مرة ثانية هيك ما في عنا اي شيء شايفين ظاهر عشان نسترجعهم بنيجي بنضغط على one tab هون بنيجي بنقدر نرجعهم واحدة واحدة بطلا نرجع هاي فتحت معنا لحالة او بنيجي بنعمل restore all فبرجعوا كلهم موجودين معنا فوق الان نيجي على الاضافة السبعة extension اللي هي full page screen capture نجعل اول خيار نضغط عليها add to chrome add extension top طبعا هاي الاضافة ايش بتعمل نيجي مثلا على صفحة الوكيبيديا زي ما تشايفين صفحة طويلة عشان نحفظها كلها ايش بنعمل بنيجي على extension برضو نفس الاشي هون بنظهر extension بنعمل refresh في الاول بنيجي على extension نضغط على pin نضغط عليها وهيك راح تحمل لنا صفحة كاملة بس يخلص هذا العداد بتتحمل الصفحة معنا كاملة ونشوف ونشوف كيف بدأ تطلع زي ما انتم شايفين شوف كيف ظهرت بنضغط على المكبر تتكبر معنا الآن في عنا خيار تعديل او خيار الحفظ او الحذف نيجي مثلا بدنا نحفظها عنا نقدر نعملها تطلع في صيغة صور زي ما شايفين او نضغط على pdf allow creating pdf الآن تحملت معنا نضغط عليها نشوف كيف صارت تحملت معنا بصيغة pdf زي ما انتم شايفين بكل صورها نا 16 صفحة الآن نيجي على الاضافة الثامنة وهي اضافة كثير مهمة وهي google translate نضغط عليها enter add chrome add extension نفس العملية بنظهرها في الشريط عنا pin نضغط عليها right click نضغط option ال my primary language بننغيرها نحطها عربي عشان لغتنا عربية هاي arabic save هيك تم الحفظ على سبيل المثال عنا هاي الصفحة نطلع على فوق نعم refresh في الاول بنيجي بنشوف اي جملة بدنا اياها قطر نختار نختار هاي translate زي ما انتم شايفين ترجع مننا اياها ونقدر هنا بقدر ينتقل الجملة كمان في العربي شوف زي ما انتم شايفين هاي اداة كثير مهمة وبتفيد كثير الناس نيجي الان على الاضافة التاسعة اللي هي hover hover zoom نضغط enter نضغط هاي عبن نختار هاي الاضافة add extension نفس العملية بنجاعة extension نظهرها في الشريط لدينا نضغط pin الان راح وجهكم كيف طريقة عملها نيجي نفتح صفحة جديدة google نكتب مثلا cars enter نضغط 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 الامج هون طبعا في عندي مجموعة تصورة كثيرة عشان ما افتحك الصورة كاملة وأشوفها بس بضغط بالمؤشر هون تتكبر مع الصورة بجودة عالية زي ما انتوا شايفين أداة كثير ممتازة نيجي الآن على الإضافة العاشرة والأخيرة اللي هي reload نضغط enter نفس العملية add extension هاي لذا ايش تعمل مثلا عندي التابات هاي كلها وانا بكون بحاجة اعمل refresh لكل صفحة فعشان ما اتغلب ادخل عكل صفحة واعملها refresh فهذا الخيار بعمل لي refresh لكل الصفحات بنضيف هول شي برهون نشوف هاني reload نضغط عليها عملت لي refresh لكل التابات وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا وما طولنا عليكم الشرح واذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا مشاركة ولايك للفيديو وشاكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة